معنا كمان نزوم برضو مع أستاذ أيمن زروق مقدم برنامج سبورت بلس على راديو الإعلامي في تونس أستاذ أيمن سيخير على حضرتك مساء الفل مساء النور تحية لك أستاذ وتحية لكل مشاهدين ولي جماهير زمالك طبعا أنا بيكم نوارنا دايما وتحياتنا لكل الشعب التونسي ودي من أهم مكاسب البطولة العربية دايما أتكلم عليها نوارنا في قناة الزمالك عايز أكلمك على طول على تقييمك لمشوار تونس في البطولة هو مشوار عموما نعتبره إيجابي بغض النظر على نتيجة متع مباراة غدان المتخب الجزاري سواء إن شاء الله تتويج للمتخب التونسي أو لقدر الله الهزيمة عموما مشاركة المتخب التونسي إيجابية وإيجابية جدا المتخب التونسي ظهر بنا سوف تصعود مثل البطولة هذية حتى النقاط السلبية وهنا نتكر خاصة مباراة المتخب السوري على إثرها صاروا عديد الانتقادات على المتخب على إيطان الفني وعلى لاعبين كان لها أثار إيجابي وشكنا الدليل على ذلك ردت لفعل خلال مباراة الإمارات سلطانة عمان وحاصة ضد المتخب المصري واليوم نشوفه منتخبنا يلعب نهائي كاس البطولة العربية نهائي مستحق بشهادة كل المتابعين والنقاد والمحللين عديد نقاط إيجابية عديد اكتشافات المتخب الوطني التونسي عديد من اللاعبين الشباني اللي يربحهم المتخب التونسي المستحق بل نتكر على سبيل المثل مثلا حنبع المجبري خاصة ظهر الأيسر محمد بن حميد يعادك اكتشاف غيلان الشعلالي وبيلان العيفة سايف الدين الجزيري كلها نقاط إيجابية إن شاء الله بشي التأكز عليها المتخب الوطني التونسي سواء على البطولة العربية حاليا أو كذلك على الموليزيانس القادمين نحكيه على الكاسبريقيا نحكيه على تصفيات المحلة الأخيرة براج المؤهل إلى تصفيات كأس العالم قطر 2022 عموما مشاركة إيجابية وإيجابية جدا خاصة كذلك وآخر نقطة نختم بها هو أن المنتخب التونسي تعرض إلى عديد من العرقي خلال هذه البطولة حمزة المثلوثة إصابة بكورونا إصابة علي معلول إصابة ياسين الشيخاوي التحق محمد راقر وطالبي مؤخرا في الدولة الثانية كل هذه العوامل والصعوبات عرفا كيف يجاريها الإطار الفني عرفا كيف يجاريها الإطار الوداري المتخب الوطني التونسي وعموما هي مشاركة إيجابية مهما كانت نتيجة قدام ضد المتخب الجزائيين بس كان في توقع أن المتخب التونسي يوصل للنهاية؟ طبعا طبعا في توقع وأعتقد أنا شخصيا وجد نظري أو وجد نظر عديد من المحلين والنقادة وحتى الجماهير التونسية هو متوقع أن المنتخب الوطني التونسي يوصل إلى المنتخبات المشاركة لا يوجد منتخب أفضل من آخر المنتخبات المشاركة هي بحضود متساوية أكثر مثلا المنتخب القطري، تونس، مصر، مغرب والجزائر الناس من كل قبل بيديات البطولة كانوا يعتقدون أنه سيحصر اللقاب حول المنتخبات هذية خاصة مع غياب خاصة المنتخب السعودي حتى غياب المنتخب السعودي بما معنى أنه ما لعبش بالفريق الأول أو لعب البريق الرديف لو لعبت السعودية بفريق الأول أعتقد أنه الموضعيات ستكون مغادرة طيب، كان في الحقيقة كلام كتير يمكن شغلنا هنا كألميين أو كمتابعين للكورة طبعا المصرية خاصة بعد مباراة مصر وتونس والأجواء كان في تصريح من نجم منتخب تونس طبعا حنى بعلي ما عرفش حداك تابعته لا أو اللي هو يتمنى لقاء منتخب مصر تاني في التصفيات النهائية لكأس العالم شايف تصريحات دي إزاي؟ هي تصريحات أصلا غير موجودة أتحدى أي إعلام مصري أو أي مصري يأتيني بتصريح حنى بعلي المجبري لا أدري لحقيقة ولاية ممكن تقبلوا مني بعض اللهم لا أدري لماذا كل الإعلام المصري تناول لتصريحات حنى بعلي المجبري في حين أنه حنى بعلي لم يصرح بهذا تماما استندت كل الإعلامين وخاصة الإعلامين مؤثرين ومعروفين وطنوات كبيرة جدا تناولت تصريح حنى بعلي المجبري في حين أنها سندت إلى المترجم المترجم ترجم كلام حنا بعض المجبري بنخاطق قال maybe against Egypt يعني ربما نقابل مصر مرة أخرى في براج ولن يتمنى مقابل المتخب المصري فأنا بهت شخصيا كيف لكل وسائل الأعلام المصرية والمكينة المصرية الأعلامية تحركت ضد طفل لاعب عمره في 18 سنة بالتصريح غير موجود بداية يعني طيبك دي فرصة كويسة أنحرك موجود معنا عشان توضح لنا الصورة يعني الكلام اللي تقال وحصل حقيقة حقيقة هناك غضب هناك في الشارع التونسي وبالإعلام تونسي حاول تناول الإعلام المصري على حنا بعض المجبري الحقيقة هناك تحامل بين غفرين على حنا بعض المجبري السيد لم يصرح يصرح قال ممكن سنواجه المتخب المصري فالمترجم ترجم هذا بالغالط وكل الإعلاميين تناولت كلام المترجم في المباشر والحقيقة معنا استغرب كوبي باست من كل الإعلاميين المصريين دون تثبت من التصريحات لو كان نسمع التصريحات حنا بعض باللغة الإنجليزية ماذا قال؟ أنت تسمع أنه مقال لم يقل هذا بتاتوا لم يقل هذا تماما يعني الحقيقة نشوف تم هجوم من الإعلاميين كبير برشة على حنا بعض المجبري حتى حتى طريقة يعني لطريقة فيها نوع من الأستاذية حتى لعب أبو الشعر دا يعني إيه يعني لعب أبو الشعر دا اسمه حنبال حنبال المجبري وحنبال هو القائد القرطاجي الذي كان كابوس الرومان اسمه حنبال وليس أبو شعر ولم يقوم بهذا التصريح طيب وعمد والله يمكن حليك قلت كلمة أن لا كل الإعلاميين لا بالعكس فرصة كوزة جدا أن الحقيقة موجودة هو وبتوضح لنا الصورة بشكل يعني واضح أنك عندك الفرصة كاملة أنك توضحها وفي الآخر ممكن يكون نقدر نقول إيه سوق فهم لكن بشكل عام التوضيح مهم لكن الحقيقة العيب مميز وإن شاء الله يكون ليه مستقبل كبير سيكوت عايز سألك عن حاجة طبعا مباراة بكرة مباراة مهمة توقعاتك لها إيه؟ توقعاتك مين هيفوز؟ مباراة مفتوحة؟ مباراة مغلقة زي ما بنقول عليها دايما بحكم النهائيات ساعد بيبقى لها حسابات أخرى؟ هو لم أتناول جانب بقية الحال العاطف تقول إن شاء الله المنتخب الوطني لكن إلى جانب العاطف أعتقد هذا المباراة ستكون بقية الحالة 50-50 ستكون مشابهة تقريبا لمباراة تونس ومصر تغير عليها الطابعة التبتيكي أعتقد أنه سيطق عليها الطابعة التبتيكي أعتقد أنه لن تكون هناك مساحات سواء بشي تركها المنتخب التونسي للجزيرة أو العكس بالعكس مباراة متوازنة أتمنى توفيق للمنتخب الوطني لتونسي شخصيا أعتقد أنه المنتخب الجزيري ما عنده حتى شيء أغضل من المنتخب الوطني لتونسي بس اثنين الثلاثي الرجومي بلالي بغدير ترجح وياسين الإبراهيمي حقيقة خط الدفاع وخط الوسط تاعة المنتخب التونسي أفضل من منتخب الجزيري فرديات المنتخب التونسي أفضل من فرديات المنتخب الجزيري أعتقد شخصين أنه منتخب المصري أفضل من المتخب الجزاري والمنتخب التونسي تعامل بشكل مثالي تبتيكيا كان هادئ مع المتخب المصري لم يتسرع وكان مركز طيلة 90 دقيقة أعتقد أنه نفس السيناريو سيقوم به المتخب التونسي غدا المبالات لن تكون مفتوحة ستكون على جزئيات صغيرة أعتقد أنه حتى النتيجة نهائية ستكون بارق هدفين على أقصى تقدير تماماته كذلك آخر مهم اللي هو خط الدفاع المتخب الجزاري توقاي بدران الشتي تولاتي يلعب في تراجلها في تونسي ظاهير الأيمن هو ظاهير الأيمن النجم راضي الساحلي حسين بن عيدل لعبية ذو ما يعرفون بالإداة المتخب الوطني لتونسي يعرف ميقاد قوتهم ميقاد ضعفهم أعتقد أنه المتخب الجزاري يلعب حاليا في البطلة العربية وأفريم ليس بالمتخب الجزاري الأول لا يوجد محرز لا يوجد إسماعيل بن ناصر لا يوجد تنسب عيني لا يوجد نجوم صف أول المتخب الجزاري وبذلك أعتقد أنه هناك أفضلية للمتخب الوطني تونسي بحكم المنطق والعقل وليس بحكم العاطفة طيب هيا كان برضو سؤال لي همين احنا يمكن كذا ما كاو ده كان يعني لافت للنظر بشكل كبير وتقلق صيف الدين الجزاري وهو تصدره هدافي البطولة إلى الآن بأربع هداف شايفين إزاي تقلق صيف الجزاري الفترة اللي فاتت مع المنتخب ومشاركاته وده بدأ الاعتماد عليه بشكل كبير وده هيأثر معاه إزاي الفترة اللي جاية مع المنتخب هو حقيقة سيف الدين الجزاري هون تونس قصة نجاح كبيرة جدا قصة تدرس هي سيف الدين الجزاري ممكن في مصر يعفو سيف الدين الجزاري لاعب سابق لي طنطا للمقاونة العرب وحاليا يلعب بالنادي زمالك لكن معفو سيف الدين الجزاري قد عانى في تونس قد تلقى صعوبات في تونس قد تلقى انتقادات في تونس سيف الدين الجزاري متكون في نادي كبير جدا لأنه هو نادي الأفريقي نادي الأفريقي فريق وراح قعدة جانبير كبيرة جدا وراح ضغط كبير جدا ولا تنتظر اللاعب حتى يسق المواهبه وم عندهمش جماهير الصبر فكانت قاسية جدا على سيف الدين الجزاري عند صعوده في الفترة الأولى مع فريق الكابل تلقى شدائم تلقى تنمر من جناير النادي الأفريقي تلقى صعوبات كانت كبيرة جدا لسيف الدين الجزاري مع نادي الأفريقي ثم وقعت إعادته لعداد من الأندية هنا في تونس دار أنديات صف الثاني تاس الدرجة الثانية أنديا صف الثاني متع وسط الترتيب متع ملعب القبسة في الاتحاد بن جردان مثل عديد من الأندية وقعت إعادته لنادي طنطا ثم كانت نقطة الانطلاقة في مصر طنطا ثم المقاولون العرب من ثم المقاولون العرب كانت أداء استثنائي ومستقر خاصة ومنه كان إلى الزامالك حاليا ساكتين جزيري أساسي مع زامالك مع طاق بيس كاتينو مع بن شاربي مع زيزو مع نجوم نادي الزامالك وهذا نجر وشوفنا انعكاسه على المنتخب الوطني لتونسي براهولي ساكتين جزيري ساكتين جزيري هو ساكس ستوري قصة نجاح ممتازة جدا والانطبعات بقى إيه؟ دلوقتي بعد القصة الصعبة اللي حالك حقيتها دي انطبعات بقى الناس دلوقتي أو الشارع التونسي بيتكلم عن سيف الجزيري إزاي والإعلام التونسي بيتكلم أنت الحقيقة ذكرت نقطة مهمة قصة نجاح فدي أكيد يعني يتحط عليها الضوء بشكل كبير نحن فخورون جدا بساكتين الجزيري كل الجامعين التونسية فخورة بساكتين الجزيري بما يقاتمه وساكتين الجزيري هو هاتف البطولة ومعندوش ماضي كبير مع المنتخب الوطني التونسي من تقريبا ثمانية ولا تسعة شهور وجهت له الدعوة الأولى للمنتخب الوطني التونسي وحاليا نسجل لحقيقة ثمانية أو تسعة عداف مع المنتخب في فترة قصيرة جدا هذا يتسمى ريكور لساكتين الجزيري برافو نسي كل فخورين بساكتين الجزيري والمنتخب التونسي في حاجة لمهاجم رأس حربة زي ساكتين الجزيري فالوجوده سيكون مهم جدا للمنتخب الوطني التونسي تيما أقول ليس فقط للبطولة العربية حاجة هنا وفي ذلك المستقبل للبطولة الأفريقية وخاصة لتصفية كاس العالم الهدف الأول هو تأهل السيدس لكاس العالم للمنتخب التونسي يعني نقدر نصنفه دلوقتي أنه هو المهاجم الأول لتونسي وحطينا ترتيب المهاجمين تقدر تصنف السيف الجزيري أنه هو المهاجم الأول والحياة أنت عندك برضو فخر دين يوسف من اللعب المهازة لكن لو صنفنا مثلا ولعب المحترفين لما يجوا هل ساف الدين الجزيري نقدر نقول له هو اللعب رقم واحد في فكرة مركز الرأس الحربة في كأس الأمة الأفريقية في المرحلة النهائية للتصفيات هو حاليا منطقيا ساف الدين الجزيري هو رقم واحد كذلك عندنا هوهبي الخازني اللعب سانتاتيان زادا ينجم يلعب في ماتز رأس الحربة لكنه ليس الموقع الأساسي داعه يلعب خلف المهاجم هوهبي الخازني الخيار الأول بالمنطق هو ساف الدين الجزيري لكن هؤلاء كعادين من المهاجمين اللي إمروا بفترة فراغ نوعا ما عندهم نفس الخيصان في ساف الدين الجزيري يوم أنا حتى أفضل نذكر على سبيل الدكل في رأس الشواط ملاعبية نجم يكونوا في المنطقة خاب الوطني للتونسي بالنسبة لفخر الدين جزيء فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف ليس اللعب رأس حربة هو أكثر لعب روايق أيمن أكثر منه رأس حربة بالنسبة للمنطقة نعم طبعا كل الشكر طبعا باشكرها لك شكرا جزيلا للإعلامي التونسي لأستاذ أيمن زروق باشكرها شكرا جزيلا وإن شاء الله كل التوفيق المباراة بكرة ونشوفها مباراة كبيرة طبعا طليق بمنتخبين كبار ونشوفها مباراة نستمتع بيها جميعا كل الشكر لحضرتك